اشتركوا في القناة السؤال الثامن والتسعون شركتك تهتم بحفظ البيانات في السحابة الإلكترونية والإدارة تشعر أن الـ Public Clouds هي غير آمنة ولكن الإدارة تشعر بالقلق إزاء التكلفة الخاصة بالـ Private Cloud فما هو الحل الذي تنصح به؟ الخيارات الخيار A إخبارهم أنه لا توجد مخاطر مع الـ Public Clouds الخيار B إخبارهم أنه سيتعين عليهم إيجاد طريقة للميزانية للـ Private Cloud الخيار C اقتراح أن يأخذوا بالاعتبار الـ Community Cloud الخيار D التوصية ضد حل السحابة في هذا الوقت حدد الاختيار الذي تتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيار C هو الخيار الصحيح فالـ Community Cloud بتقدم حل وسط حيث أن الـ Community Cloud لا يمكن الوصول إليها لعامة الناس وإنما فقط لمجتمع صغير من كيانات محددة الخيار A غير صحيح لأنه يوجد مخاطر في الـ Public Cloud الخيار B غير صحيح فتكلفة الـ Private Cloud تتجاوز الإمكانية الموجودة لدى العديد من الشركات الصغيرة الخيار D غير صحيح كون هذه الإجابة غير جيدة حيث تتجاهل رغبة الشركة في إيجاد حل السحابي السؤال 99 يستخدم فريق التطوير الخاص بك بشكل أساسي ويندوز ولكنهم بحاجة إلى تطوير حل محدد يعمل على نظام لينكس فما هو أفضل حل للحصول على المبرمجين للوصول إلى أنظمة لينكس للتطوير والاختبار؟ الخيارات الخيار A ضبط أجهزتهم للإقلاع المزدوج لنظام ويندوز ولينكس الخيار B الـ PAAS الخيار C إعداد عدد قليل من أجهزة لينكس لتعمل معها حسب الحاجة الخيار D الـ IAAS حدد الاختيار الذي يتوقع أنه الاختيار صاحب الإجابة الصحيحة حدد off حدد اشتركوا في القناة الخيار بيه هو الخيار الصحيح فالPAAS هي اختصار الـ Platform as a Surface او المنصة كخدمة هو حل جيد لهذه المشكلة حيث يمكن للمبرمج الوصول الى جهاز لينكس الافتراضي مع الPAAS الخيارين A و C رغم ان احداهم قد ينجح الا انكلاهما اقل كفاءة من استخدام الPAAS الخيار دي غير صحيح فالIAAS هو اختصار الـ Infrastructure as a Surface وهو يستخدم لتوفير البنية التحتية للشبكات من خلال التقنية الافتراضية وفي هذا السيناريو نحتاج فقط الى نظام تشغيل السؤال الـ 100 دانيال يعمل في مؤسسة مالية متوسطة الحجم والشركة قامت مؤخرا بنقل بعض بياناتها الى حل سحابي دانيال قلق من ان مزود السحابة قد لا يدعم نفس السياسات الامنية التي تتبعها الشبكة الداخلية للشركة فما هي افضل طريقة للتخفيف من هذا القلق؟ الخيارات الخيار A تنفيذ وسيد للوصول الامن للسحابة الخيار B أداء اختبار التكامل الخيار C إنشاء سياسات حماية للسحابة الخيار D تطبيق الحماية كخدمة حدد الاختيار لتتوقع ان هو الاختيار الذي يحتوي على الاجابة الصحيحة اشتركوا في القناة الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح ويعمل C A S B كحارس بوابة للشركة بتوسيع نطاق سياساتها الامنية في داخل السحابة الخيار B غير صحيح فاختبار التكامل هو الاختبار مكونين او اكثر للتأكد من التكامل فيما بينهما الخيار C غير صحيح فعلى الرغم من ان السياسات الامنية هي مما يزيد درجة الحماية الا ان وجودها في الشركة لن يؤثر على الحل السحابي الخيار D غير صحيح فالحماية كخدمة هي عملية الاستعانة بمصاطر خارجية لبعض مهام الحماية السؤال 101 هانس هو مسؤول لسيرفرات التجارة الالكترونية في شركته وهو قلق حول الكيفية التي سوف يتم الاستجابة لهجمة حجب الخدمة فما هي منهجية اختبار البرمجيات الذي سوف يكون مفيد للغاية لتحديد ذلك الخيارات الخيار A Regression Testing الخيار B Stress Testing الخيار C Integration Testing الخيار D Fuzz Testing حدد الاختيار لتوقع نوع الاختيار الذي يحتوي على الاجابة الصحيحة خيارات تجربة 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 ت الجواب الخيار بيه هو الخيار الصحيح فستريس تيستينج تم تصميمه لجعل التطبيق تحت أعباء عمل أكبر من الحد العادي رغم أن هذا الاختبار قد لا يكون دقيق لمعرفة استجابة التطبيق لهجمات حجب الخدمة ولكنه اختبار البرمجيات الأقرب الخيار A غير صحيح فالRegression Testing هو يتم عمله بعد التغيير في التطبيق لضمان أن لا يتسبب التغيير في حدوث مشاكل للتطبيق الخيار C غير صحيح فالIntegration Testing هو يتم لمعرفة ما إذا كان مكونان أو أكثر يعني يعملان معا أم لا الخيار D غير صحيح فالFast Testing هو يقوم بإدخال قيم غير متوقع للتطبيق السؤال 102 أنت مدير تقنية معلومات لشركة صغيرة والشركة تريد استخدام التخزين السحابي لبعض البيانات الخاصة بها ولكن القلق الأساسي هي في التكلفة أي من نماذج النشر السحابي التالية سيكون الأفضل الخيارات الخيار A Community Cloud الخيار B Private Cloud الخيار C Public Cloud الخيار D Hybrid Cloud حدد الاختيار لتتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيار الأور laفضل الظهور production هي seperti الجواب الخيار C هو الخيار الصحيح فالبابليك كلاود غالبا هي الأقل تكلفة كونه بيستخدمها عدد من العملاء الذين سوف يتقاسمون التكلفة وهي من الممكن استخدامها من قبل قطاع الأعمال أو الأفراد وهي مثل iCloud والأمازون كلاود الخيار A غير صحيح عادة ما تكون الكميونيتي كلاود هي خاصة بمجموعة صغيرة من الشركاء وهنا التكلفة سوف تكون أكبر على كل شريك مقارنة بالبابليك كلاود في المقابل يحتفظون بمزيد من التحكم على الكميونيتي كلاود مقارنة بالبابليك كلاود الخيار B غير صحيح فالبرايفت كلاود هي الأغلى حيث يتوجب على الشركة تطوير وصيانة الموارد السحابية الخيار D غير صحيح فنشر النموذج الهجين هو حل وسط جيد لكثير من الحالات لكنها ستكون أغلى من السحابة العامة السؤال 103 الاشياء تراقب الحماية لمحهد مالي متوسط الحجم ومن كان يسبقها كان هناك خروقات متعددة رفيعة المستوى الإدارة قلقة للغاية حول الكشف عن أي مشاكل أمنية أو خرق أمني محتمل في الوقت القريب أي مما يلي سيكون أفضل حل لهذا الخيارات عندنا الخيار A التدقيق الشهري الخيار B الـ N-I-P-S الخيار C الـ N-I-D-S الخيار D المراقبة المستمرة حدد الاختيار الذي تتوقع أنه هو الاختيار صاحب الإجابة الصحيحة الجواب الخيار D هو الخيار الصحيح حيث أن المراقبة المستمرة هي الضامن في أنه يتم اكتشاف الهجمات أو الاختراقات الأمنية أو أي مشاكل أمنية في حال حدوثها بحيث نكتشف ذلك بسرعة أثناء حدوثه ونحاول التسطي له بشكل أسرع وتعتبر مثلا الـ N-I-P-S من ضمن الأدوات اللي ممكن استخدامها للمراقبة المستمرة السؤال 104 هيلغا تعمل في البنك وهي مسؤولة عن حماية الاتصالات مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التطبيق بيستخدم TLS لتأمين جميع اتصالات العملاء ولقد لاحظت أنه منذ الانتقال إلى مفاتيح تشفير أكبر وأداء السيرفرات انخفض فماذا سوف يكون أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة الخيارات الخيار A تطبيق أو تنفيذ الـ FBN Concentrator الخيار B تطبيق للـ SSL Accelerator الخيار C العودة إلى مفاتيح تشفير أصغر الخيار D تحديث كل السيرفرات حدد الاختيار تتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيار الخيار B هو الخيار الصحيح الخيار B هو الخيار الصحيح يقوم بإنشاء اتصالات FBN حيث يقوم بإنشاء جلسات أنفاق مشفرة فيما بين الأجهزة والكثير منها بتستخدم مساطقة ثنائية لمزيد من الحماية الخيار C غير صحيح فالعودة إلى مفاتيح التشفير الأصغر سيكون لها تأثير ضار على الحماية الخيار D غير صحيح فتحديث كل السيرفرات قد يقوم بحل المشكلة أو قد لا يقوم بحلها وسوف يترتب عليه تكلفة وصعوبة أكبر بكثير من تنفيذ مسرع السسل السؤال 105 ما هي الميزة الأساسية للسماح فقط بالأكواد الموقعة ليتم تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخيارات الخيار A هو يتضمن عدم تثبيت البرمجيات الضرة الخيار B هو يحسن إدارة التصحيحات الخيار C يتحقق من الذي قام بإنشاء البرنامج الخيار D ينفذ بشكل أسرع أو يتم تنفيذه بشكل أسرع على أجهزة الكمبيوتر مع TPM حدد الاختيار اللي تتوقع أنه الاختيار صاحب الإجابة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر 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 الجواب الخيار C هو الخيار الصحيح حيث فقط سوف يتم استخدام الأكواد البرمجية الموقعة رقمياً بالتحقق من منشئ البرنامج مثل عندما يتم تنزيل تعريف الطابعة فسوف يتم التأكد من أن هذا التعريف هو من البائع الحقيقي وليس برنامج ضار والذي يتنكر كبرنامج تشغيل الطابعة الخيار A غير صحيح رغم أن التوقيع على الأكواد البرمجية الموقعة تمنح ترجع عالية من الثقة ولكن لا توفر ضمانا من ناحية تنزيل البرمجيات الضارة الخيار B غير صحيح حيث أن استخدام الأكواد البرمجية الموقعة رقميا لن يؤثر على إدارة التصحيحات الخيار D غير صحيح فلن يتم تنفيذ الأكواد البرمجية الموقعة رقميا بشكل أسرع أو أبطأ من البرمجيات الغير موقعة السؤال 106 ما هو من التالي هو أفضل وصف الفي ام سبرول أو تمدد الفي ام اللي هو الفيرج والمشين أو الأجهزة الافتراضية الخيارات عندنا الخيار A عندما يفوق الفي امز على شبكتك عدد الأجهزة الفيزيائية الخيار B عندما يكون هناك عدد من الفي امز أكبر من قدرة التكنولوجيا المعلومات على إدارتها بشكل فعال الخيار C عندما يبدأ جهاز في امز على الكمبيوتر في استهلاك الكثير من المساطر الخيار D عندما تنشر الفي امز عبر شبكة واسعة حدد الاختيار لتتوقع نوع الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الجواب الخيار B هو الخيار الصحيح حيث أن هذا الخيار يمثل تعريف للفي ام سبرول أو تمدد الفيرج والمشين الخيار A و C و D كلها غير صحيحة فكل الأوصاف الموجودة في هذه الخيارات لا علاقة لها بالفي ام سبرول السؤال 107 ما هو من التالي هو أفضل وصف للإجراءات المخزنة الخيار A الكود الموجود في DLL بدلا من الملف القابل للتنفيذ الخيار B الكود ناحية السيرفر والذي يسمى من العميل الخيار C عبارات SQL مجمعة على قاعدة بيانات كإجراء فردي من الممكن استدعائه الخيار D الإجراءات التي يتم الاحتفاظ بها على سيرفر منفصل عن الاتصال بالتطبيق كما هو الحال كوسيط حدد الاختيار الذي تتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة ترجمة ناحية السيرفر ترجمة ناحية السيرفر ترجمة ناحية السيرفر الجواب الخيار C هو الخيار الصحيح حيث تستخدم الإجراءات المخزنة بشكل شائع في العديد من أنظمة إدارة قواعد البيانات لإحتواء بيانات SQL ويقوم مسؤول قاعدة البيانات أو أي شخص معين بوسطة الـ DBA بإنشاء عبارات SQL المختلفة والمطلوب في هذا العمل مما يمكن المبرمجين ببساطة استدعاء الإجراءات المخزنة بدل من كتابتها في كل مرة الخيار A غير صحيح فالإجراءات المخزنة لا ترتبط بالمكتبات المرتبطة ديناميكيا الخيار B غير صحيح هذا الخيار قريب ولكنه غير دقيق لأنه يمكن استدعاء الإجراءات المخزنة على السيرفر الخيار D غير صحيح فالإجراءات المخزنة لا ترتبط بالوسيط السؤال 108 فارس مسؤول عن الحماية في شركته ولقد كان لديه مرابط حول مقدمة المبنى فما الذي يحاول فارس إنجازه؟ الخيار A بوابات وصول الأشخاص الذين يدخلون المبنى الخيار B المراقبة الفديوية حول المبنى الخيار C حماية ضد الداخل الكهرومغناطيسي الخيار D منع المركبات من أن تندفع داخل المبنى حدد الاختيار الذي توقع أنه الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة خيارا've ويضnatural اشتركوا في القناة الخيار دي هو الخيار الصحيح حيث أن المرابط قد يتم تصنيعها من مواد قوية مثل الخرسانة لما يجعلها أداة حماية ومنع لدخول المركبات داخل المبنى الخيارات A و B و C كلها غير صحيحة فكلها لا تصف الغرض من المرابط السؤال 109 جين تشعر بالقلق إزاء السيرفرات في مركز البيانات الخاص فيها وهي قلقة بشكل خاص حول الداخل الكهرومغناطيسي فما هو الضرر من الداخل الكهرومغناطيسي على الأرجح سوف يتسبب به على السيرفرات الخيارات الخيار A ضرر بالرقاقة كمعالج أو الرام الخيار B مشاكل بالتحكم بدرجة الحرارة الخيار C عدوى بالبرمجيات الضارة الخيار D فريق الموظفين من الممكن إغلاقهم من السيرفرات حدد الاختيار الذي توقع أنه الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح فالداخل الكهرومغناطيسي من الممكن أن يتسبب في تلف الدوار الإلكترونية مثل المعالج والرام وبدرجة أقل من الممكن أن يتسبب الداخل الكهرومغناطيسي بمسح البيانات من الذاكرة والأقراص الخيارات A وطبعا الخيارات عفوا اللي هي B و C و D كلها غير صحيحة ولا خيار منها يصف الضرر الناتج عن الداخل الكهرومغناطيسي السؤال 110 أنت قلق بشأن هجمات الفي ام سكيب فأيا مما يلي يوفر أكبر قدر من الحماية ضد ذلك الخيارات الخيار A عزل تام للفي ام من المضيف الخيار B تثبيت برنامج مكافح فيروسات للجهاز على كل من الفي ام والمضيف الخيار C تطبيق الFDE على كل من الفي ام والمضيف الخيار D استخدام الTPM على المضيف حدد الاختيار الذي تتوقع أنه الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة اشتركوا في القناة الجواب الخيار A هو الخيار الصحيح فهجمات الفي ام سكيب هي هجمات تجد طريق للتحرك من الفي ام إلى الهايبرفايزر ومنه إلى الجهاز المضيف والحماية من ذلك فالطريقة الأكثر فعالية هي العزل التام فيما بين الفي ام والجهاز المضيف الخيار B غير صحيح فمكافح الفيروسات قد يوقف بعض هجمات الفي ام سكيب ولكن عزل الفي ام عن الجهاز المضيف هو الأكثر فعالية الخيار C غير صحيح فالتشفير الكامل للقرصة الصلب وهو المقصود به الاف دي اي طبعا لن يكون له أي تأثير وأثناء عملية العزل فيما بين الفي ام والمضيف يجب أن يكون القرصة الصلب غير مشفر الخيار D غير صحيح فالتي بي ام يستخدم لتخزين مفاتيح التشفير السؤال 111 تريزا هي مسؤولة شبكة لشركة صغيرة والشركة مهتمة بشبكة قوية وحديثة باستراتيجية الدفاع ولكنها تفتقر إلى الموظفين لدعمها فماذا سوف يكون الحل الأفضل لتستخدمه تريزا الخيارات الخيار A تطبيق الـ SDN الخيار B استخدام الحماية الآلية الخيار C استخدام الحماية كخدمة الخيار D تطبيق الضوابط الأمنية التي من الممكن أن يتم دعمها فقط حدد الاختيار الذي تتوقع أنه هو الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر الخيار C هو الخيار الصحيح فالحماية كخدمة هي شركة خارجية تتعامل مع مهام الحماية والشركة كعميل يمكنها الاستعانة بمصادر خارجية لبعض أو لكل مهام الحماية الخيار A غير صحيح فالـ SDN وهي اختصار للشبكات المعرفة بالبرمجيات هي تجعل إدارة الحماية أسهل إلى حد ما ولكن تنفيذها في حد ذاتها قد يكون من الصعب الخيار B غير صحيح رغم أن الحماية الأوتوماتيكية قد تساعد في التخفيف من الأعباء ولكن لن تكون فعالة مثل الحماية كخدمة الخيار D غير صحيح فذلك يعني انخفاض مستوى الحماية في الشبكة السؤال 112 دينيس يحاول إنشاء نظام لتحليل سلامة التطبيقات على شبكته وهو يريد التأكد من أنه لم يتم العبث بالتطبيقات أو طرواته فما الذي سيكون أكثر فائدة في تحقيق هذا الهتف الخيارات الخيار A تطبيق الـ NIPS الخيار B استخدام تشفير الهاشز الخيار C الساند باكس للتطبيقات الموجودة في السؤال الخيار D تطبيق الـ NIDS حدد الاختيار ذي توقع أنه الاختيار الذي يحتوي على الإجابة الصحيحة الخيارات الموجودة في السؤال ترجمة نانسي قنقر تخزين قيم تشفير الهازز الموجودة في التطبيق للمقارنة سيؤكد ما إذا كان التطبيق لم يتم تغييره أم أنه حدث تغيير بأي شكل من الأشكال الخيارين A و D كلاهما غير صحيح فنظام كشف التسلل الشبكي ونظام منع التسلل الشبكي كلاهما لن يمنع أو يكتشف التغيير بالتطبيقات الخيار C غير صحيح فالساند باكسنج هي بيئة للتجربة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته